السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأحبتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله ها نحن على قناة الرحمة أسأل الله جل جلاله أن يجعلها رحمة وأن يرزقنا وإياكم رحمة من عنده يغنينا بها عن رحمة من سوى وقد اخترت إخوتي فرع التزكية ليكون مدار لقائنا الأسبوعي الذي هو الليلة ليلة الثلاثاء يوم الاثنين ليلة الثلاثاء ومنذ الأسبوع القادم بإذن الله تعالى سيتعدل إلى يوم السبت ليلة الأحد في نفس الموعد الساعة التاسعة يوم السبت ليلة الأحد لأتكلم عن التزكية وقد اخترنا في قضية التزكية أن نتكلم عن علم القلوب أو بمعنى أدق علم السير إلى الله وهو كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعي إخوتي إنني لا أريد أن أقول قلنا وقلت وإنما سأبدأ من جديد تماما من البداية تماما لعلي أرسم طريقا للمسلم المعاصر واضحا يسير فيه سيرا صحيحا خاليا من الخطأ إلى الله تعالى ينبغي أن نعلم ابتداء أيها الإخوة وكلنا يعلم لماذا خلق قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فإنما خلقت ولينت لك مفاصلك أوجدت في هذه الحياة وفي هذه الدنيا لكي تعبد الله هذه العبادة التي كلفتها وفرضت عليك من التوحيد بمعانيه كلها الخوف والرجاء والحب والتوكل واليقين والرضا والإنابة والصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين والصلاة الرحم والامتنع عن الحرام وإلى آخره من هذه الفرائض أو العبادات التي كلفتها التي كلفتها أيها المسلم إنك في هذه العبادات كلها سرعت لإصلاح القلب وتزكية النفس قال الله جل جلاله فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة قال أهل التفسير يعني لا يزكون أنفسهم بالتوحيد لذلك قال سبحانه وتعالى إن يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون ناجس إنما المشركون ناجس ناجس فتزكية القلب بالتوحيد ثم الصلاة وأقم الصلاة إن الصلاة تتنهى عن الفحشاء والمنكر فالصلاة أيضا نوع من أنواع التزكية الزكاة قال سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطحرهم وتزكيهم بها الصيام قال سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الحج قال سبحانه وتعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج هكذا الإبادات كلها أركان الإسلام كلها أركان الإسلام كلها مؤداها إلى التزكي قضية تزكية القلب ما معنى التزكي التزكية معناها في اللغة وهو معناها في الشرع النماء والتطهير التطهير أن أطهر قلبي ونفسي من كل ما شابها من العلائق والأدران الحسية والمعنوية التطهير وأن أنمي ما فيها من خير يبقى التطهير مما فيها من شر النفس والقلب والعقل والواقع والفكر تطهير وتنمية أن أطهر الشر وأنمي الخير هذه التزكية التزكية قضية كنت أقول وسبقا أشرت سيبنا من وسبقا التزكية قضية أرسل من أجلها النبي محمد صلى الله عليه وسلم انظر إلى دعاء أبينا إبراهيم عليه السلام حين قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتل عليهم آياتك ويعلمهم الكتابة والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم أنا عايزك تكتب معايا كده الآية ربنا وابعث فيهم رسولا منهم شغلة الرسول ده إيه واحد يتل عليهم آياتي اثنين ويعلمهم الكتابة والحكمة ثلاثة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم استجاب الله هذا الدعاء ولكن رتبه ترتيبا آخر انظر إلى الترتيب الرباني في ثلاثة مواضع من القرآن في سورة البقرة وفي سورة آل عمران وفي سورة الجمعة قال سبحانه وتعالى في آل عمران مثلا لقد من الله على المؤمنين إذ بأث فيهم رسولا من أنفسهم يتل عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة لو أنت فاكر دعاء سيدنا إبراهيم قال يتل عليهم آياتك ويعلمهم ويزكيهم ربنا نكتبه قدم التزكية على التعلم فقال سبحانه يدل عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم قضية التزكية مقدمة على التعلم ولذلك قال جندب ابن عبد الله البجلي لقد عشنا برهة من الدهر يؤتى أحدنا الإيمان قبل القرآن علم الإيمان هو ده علم التزكية علم الإيمان هو ده اللي هنشتغل فيه علم الإيمان علم الإيمان الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله خصه بمجلد في الفتاوى المجلد العاشر اسمه مجلد السلوك أول هذا المجلد في أول صفحاته التحفة العراقية أول كلمة في التحفة العراقية قال اعلم رحمك الله أن أعمال القلوب مثل الحب والخوف والرجاء والتوكل واليقين والرضا والإنابة والإخبات والخشية وأمثالها واجبة على جميع المكلفين بأصل الدين كوجوب الصلاة والصيام والزكاة شفت الكلام دا الصلاة فرض روكن من أركان الإسلام روكن من أركان الدين هذه الصلاة من أركانها الخشوع والخشوع عمل قلبي قد تجد الشاب يقيم المعارك على تحريك الأصبع في التشاهد أو النزول إلى السجود على اليدين أو ركبتين وهو لم يعرف للخشوع معنا ولم يتعلم الإخلاص كثيرا ما أتساءل عمرك في حياتك فكرت أخلص إزاي؟ سألت أحب ربنا إزاي؟ إزاي أشتق له؟ أشتاق لرؤية وجه الله الكريم عمرك فكرت لما سمعت لما سمعت وبشر المخبتين إزاي يبقى من المخبتين؟ عمرك بحست لما سمعت إن لله آنية من خلقه وآنية الله في خلقه قلوب عباده الصالحين وأحبها إليه أليانها وأرقها إزاي يبقى من تلك الآنية؟ هذه القضية ما بين ما بين أناس شغلتهم الدنيا بهمومها وملزاتها ومعاصيها وآخرون شغلهم الدين ولكن بشكليات ومظاهر ونسوا أن الأصل في هذه القضية القلب وأعمال القلوب السؤال أين قلبك يا عبد الله؟ أنا مش عايزك تزيحي السؤال ده عن دماغك كده؟ ركز وجاوبني فين قلبك؟ أين قلبك؟ يا عبد الله إن أنا بحاجة إلى إجابة صحيحة واقعية فعلية فين قلبك؟ قال الله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم إذا دعاكم لما يحييكم هي هذه أنت ميت حقيقة كما سيأتي معنا في المدارج اليقظة هي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين يقول ابن القيم في الشرح يقول كان العبد في نوم الغفلة قلبه نائم وطرفه يقضان عينين فتحها لكن قلبه نائم هي دي هو عايش بيأكل ويسرب وينام ويروح وييجي لكن ميت في الحقيقة ميت وكم من من تراهم اليوم أمامك أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون الحياة الحقيقية حياة القلب يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وعدين واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه اللهم لا تحل بيننا وبين خير أبدا اللهم علمنا الخير ودلنا عليه واستعملنا فيه وتقبله منا يا حي يا قل إخوتي وأنا أحبكم في الله هذه ينبغي أن تصير قضيتك أنا ألبي فيه أنا ألبي معمي أنا ألبي بيعمل إيه تبقى دي قضية تبقى مجغلة شاغل نفسك للمنهار بألبك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم شوف لما يبقى ربنا جل جلاله ينظر إلى قلبك وقلبك ده والله ينظر إليه ويعلم ما فيه ألبك ده فيه ما يكرهه الله فالله العظيم الجليل الكبير الجبار الله يرى ما يكرهه وصابر عليه يمهل كأنه يهمل فترى أيدي العصاة مطلقة كأنه لا مانع فإذا أخذ 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 جبار إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم سبحان الملك القلوب قلب حي قلب ميت اسمع يقول ربك جل جلاله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا علماءنا أهل التفسير يقولوا إيه في الآية في قول الله جل جلاله وكذلك أوحينا إليك روحا أن هذا القرآن روح حياه هذا القرآن أوتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولوا إيه وكما كنت في بطن أمك دما عبيطا نطفة ومضغة وعلقة ثم أرسل الله الملك فنفخ فيك الروح فصرت بشرا سويا فكذلك هذا القلب دم عبيط ما القلب إلا مضغة قطعة من لحم فإذا أسلمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفخ فيه من الروح الذي أوتيه صار القلب حيا ينبض بالحياة هي دي القضية القلب ميت حتى يؤتى حياه والحياة بالشرع والدين قال الملك الجليل الله سبحانه وتعالى أَوَى مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاس كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَات ليس بخارج منها كذلك زيين للكافرين ما كانوا يعملون هي دي القضية النهاردة اللي أنا عايزها تبقى قضيتك في حياتك قلبك حي ولا ميت أنت من يوم ربنا جل جلاله ما خلقك على ظهر هذه الأرض وإنت ماشي ربنا ماشي نهاردة وإحنا على رأس سنة ألف ربعمية تمانية وعشرين هجرية ودخل علينا سنة ألف ربعمية تسعة وعشرين هجرية كام سنة من عمرك فاته كل السنين دي انت ماشي ربنا ماشي لحد ما ينتهي أجلك تسقط في القبر بس الناس اتنين واحد ماشي ربنا فيما يرضيه يرضي الله فطريقه الجنة واحد ماشي على هواه هو ماشي ربنا برضه بس بما يسقط الله فيقع في جهنم وعليه عزو الله فأنت حاجة من اتنين يا جنة يا نار انت اختر لنفسك يا عبد الله قال الله جل جلله أفمن يلقى في النار خير أمن يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير اسمع الآية لتاني قال سبحانه وتعالى أفمن يلقى في النار خير أمن يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير اخوتي هذا موضوعنا في حلقاتنا هذه السير إلى الله مدارج السالكين أن نصعدها مدرجة مدرجة نصعد المدارج درجة درجة إلى الله سبحانه وتعالى لنصل إليه جل جلاله هذه المدارج علم لأن الطريقة إلى الله تقطع بالقلوب لا بالأقدام الله يريد منك قلبك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله لذلك هذه القلوب علم مستقل في علم التفسير وعلم الفقه وعلم التوحيد وعلم الأصول وعلم المصطلح وعلم اللغة وعلم القلوب لكن أنا أسمي علم القلوب علم العلوم لأن أي علم من علوم الشريعة لم يرتبط بهذا العلم ولم يجعل هذا العلم حاكما عليه فإنه يخرج من الإطار الرباني المطلوب في علوم الشريعة علم القلوب قولي طب أنت تقصد إيه أصلا بعلم القلوب أقصد علم القلوب اللي هو الأعمال القلبية علم الأعمال القلبية اللي هي الإخلاص الحب حب الله يعني الخوف الرجاء التوكل اليقين الرضا الإنابة الإخبات الخشية الميت منزلة اللي إحنا هنتكلم عنه علم القلوب هذا العلم لو لم يحكم العالم في التفسير أو العالم في الفقه العالم دا يروح فين للهوى إزاي إزاي يعني اسمع معي الحديث اللي يشيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من تسعر به من نار ثلاثة رجل آتاه الله علما فعرفه نعمته فعرفها قال عبدي آتيتك العلم ماذا عملت فيه قال علمته من أجلك يا رب قال كذبت علمت ليقال عالم وقد قيل فلا أجر لك عندي ثم يسحب على وجهه إلى جهنم زي ما بقولك الحديث دا يشيب درجه العالم شهد الله له في العلم قال له كده عبدي آتيتك العلم يبقى عالم ولا مش عالم رد عليه جوابني ربنا بيقول له آتيتك العلم أنا ديتك العلم يبقى عالم ولا لا عالم عالم ربنا أعطاه وربنا شهد له أنه عالم آتيتك العلم وربنا قال له علمت قال له علمته من أجلك يا رب قال كذبت علمت ليقال عالم لما ربنا يقول له علمت يبقى علم ولا معلمش في ناس استفادوا منه وتعلموا ها ربنا قال له علمت وكان مشهور بيدليل ربنا قال له ايه وقد قيل يا رب تفهم افهم معايا كده عالم ربنا ربنا اداله العلم عالم وربنا اشهد له أنه عالم ومعلم وربنا اشهد له أنه عالم ومشهور مؤثر وربنا اشهد له أن الناس قالوا وأول واحد يسحب على وجهه إلى جهنة قبل الزنا والسارقون والفسق والفجر بالله عليكم مش حاجة تخوف مش حاجة ترعب مش حاجة جن هي دي عشان فقد الإخلاص علمت عشان تبقى مشهور عشان الناس تحبك عشان الناس تحترمك عشان الناس تخدمك عشان الناس تمدحك عشان الناس تسني عليك عشان الناس تعرفك عشان الناس تشاور عليك عشان تبقى إنسان مرموقة علشان تبقى غني علشان تبقى أحسن من الناس علشان وعلشان علشان دنيا اللي يطير العقل يجنن فعلا إن الراجل ده عالم معلم مؤثر مشهور له تلاميذ ومريدين وأتباع وفي الآخر يدخل جهنم هو لا لو العالم مجعلش علم القلوب حاكم عليه الإخلاص الخوف من ربنا الخشية الانكسار لربنا الزل لربنا الإخبات لربنا لو مجعلش العلم ده حاكم عليه يطغى بالعلم وإذا ما أنزلت سورة فمنهم فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم شفت علم القلوب هنا بيقول إيه بقى إن الآية الوحدة تزود واحد إيمان وتزود تاني رجس نجاسة نفس الآية تسمع الآية تاني وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسه ربنا ربنا سبحان تعالى بيقول إيه في هذا القرآن إن أصحاب قلوب المريضة الكرآن يزودها مرض في أهزانهم وقر وهو عليهم عما الله أكبر فلذلك طالب العلم شبابنا الطيبين شبابنا الصغيرين طلبة العلم والدعاء الناشئين أحبابنا في الله المجتهدين في طلب العلم والتأليف والدعوة و مولد الفضائيات كمان بالمرة ممكن يبقى العلم نفسه يضر إذ لم يحكمه علم الكلب اللي هو علم الإخلاص علم الخوف من الله علم مراقبة الله علم خشية هيا دي عشان كده أنا بقول اسمه علم العلوم لأن العالم الفقيه المفتي إن لم يتحل بالتقوى والرسول قال التقوى ها هنا وأشار إلى صدره يبقى التقوى فين في القلب هنا التقوى ها هنا هنا هو في القلب إذا كانت التقوى ها هنا يبقى من أعمال القلوب من علم القلوب إذا لم يتحل المفتي بالتقوى والمراقبة أفتع بالهوى على مزاجه اللي يخلي الناس تحبه هيقول اللي يخلي الناس ترضى عنه لو ما راكبش ربنا لو راكب ربنا يقول اللي يرضي ربنا مش اللي يرضي الناس واللي يحبه ربنا مش اللي يحبه الناس وبقى أهمه أن يرضي الله ويدفع سخط الله مش أن يرضي الناس ويدفع سخط الناس فلو لم يحكم علم القلوب المفتي خرج به إلى ضد العلم ولو لم يحكم علم القلوب الداعية والمفسر والعالم والأصولي وكل العلوم كل العلوم تحتاج إلى هذا العلم اتنين هذا العلم علم السير إلى الله علم القلوب اختص بيه ناس سموا نفسهم الصوفي وجعلوا هذا العلم علم الخاصة خواص الخواص رغم أن هذا العلم يجب أن يكون علم العام وخرجوا بالعلم ده لمصطلحات بقت أشبه بال بالألغاز كلام مش مفهوم لذلك يعني هقول لك حاجة هقول لك مثال بسيط في المدارج بعانا مش بعيد في المدارج في المدارج يقول إيه في منزلة مثلا الطمأنينة في منزلة الطمأنينة تلاقي الإمام الهرب يقول إيه الطمأنينة هي سكون أمن في استراحة أنس سكون أمن في استراحة أنس طب الراجل اللي أرى في القرآن قول الله سبحانه وتعالى اسم الفأ الراجل اللي أرى في القرآن قول الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله الله أكبر عجبته الآية الأله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم طوبى لهم وحسن مآب راجل أرى الأيتين ثلاثة دول فقال أنا نفسي أفهم يعني إيه الطمأنينة فصاحبنا قال له سكون أمن في استراحة أنس نعم قال له سكون أمن في استراحة أنس مين في عصرنا يفهم يعني إيه الكلام في تعريفة الطمأنينة في منزلة الطمأنينة ارجع للمدارك تلاقي الكلام لا موجود كده الطمأنينة السكون يقويه أمن صحيح شبيه بالعيان الراجل فيه فهمني هو ذا الكلام بقى اللي أنا نفسي أعمله النهاردة يا رب رزقني حسن الخاتمة توفني مسلما وألحقني بالصالحين نفسي قبل ما موت أقول لك يعني إيه طمأنينة مش عايز أقول لك سكون يقويه أمن إنهم صحيح أبيهم بالعيان مش عايز أقول لك كده عايز أقول لك كلام عصري تعمله إزاي تجيبها الطمأنينة دي إزاي تعشها إزاي تحس بيها أنا بقول كده مش علم الخواص لا ده علم العوام كل المسلمين الفلاح والنجار والميكانيكي والسباك والكناس والزبال والمرأة واللي بيعرف يقرأ واللي ما بيعرفش محتاج طمأنين صح ولا لا محتاج أنس الأنس بالله وعشان كده لما هكلمك دلوقتي على المدارج منزلة اليقظة فالبصيرة فالفكرة فالعزم فالمحاسبة فالتوبة فالإنابة ده ترتيب المنازل هقول لك أن منزلت الأنس مثلا هتيجي رقم 65 وانت حاسس بها دلوقتي بس ما تعرفش أنه هو ده الأنس قلت قبل كده بلاش قلت قبل كده دي أخويا شيئي شقيقي محمود كان في سكة وربنا هدا وتاب عليه وأتى الله به ورح معايا عمرة فوحنا في العمرة ساعد متاب وأقبل على الله عز وجل ما كانش بيعمل حاجة واش بس تاب يعني المم التزم الشاهد إيه أنه قال لي إيه قال لي أنا حاسس بحاجة جميلة قوي قوي جوايا أنا مش عارف هي إيه بس كله خوفي لتضيع مني هو ده إنه ممكن يبقى المسلم وفي أول طريق إلى الله ساعة متاب حاسس بالأنس والإخبات والحب والشوق حاسس بيهم مستطعمهم ودول هبة محضة من الله مش بكسب مش بكتر الصلاة ولا كتر الصيام ده لسه داخل وربنا وهب وكل المعاني دي هدية هدية الدخول على الله دخل على ربنا في ربنا اداهم له هدية لكن بعد كده كل ده هيروح لو هو ما حافظش عليه بكسبه بقى عشان كده انت وانتي وكلنا في البداية حسينا بالمعاني دي وشوية بشت وراحت المعاني وقعدين نتحسر عليها دلوقتي ممكن ممكن يا عم الشيخ المعاني دي تيجي تاني اه ممكن بس بشغل بقى انت خدتها دل اول هدية عايزها تاني بقى انت دوقت عايزها تاني اشتغل بقى وهتهب كسبك الشاهد ايه اللي انا عايز اتكلم فيه بقول ان العلم ده علم القلوب مش علم الخواص مش العلم بتاع العلماء مش العلم بتاع خاصة الخاصة مش الغاز لأ ده علم العام اللي لازم كل مسلم يتعلمه زي ما بتعلم اتوضى ازاي محتاج اتعلم اخلص ازاي زي ما بتعلم اصلي ازاي محتاج اتعلم احب ربنا ازاي زي ما بتعلم احج ازاي محتاج اتعلم امشي ربنا ازاي اوصله ازاي ارقى اليه ازاي يعلو قدري عنده ازاي الأمور دي محتاجين نتعلمها علم علم و إذا واحد قال لي طب فين الكتب اللي في الموضوع ده عايزين نتعلم مشكلة في الكتب أو خلي واحد من طلبة العلم قاعد يتفزلك علي دلوقتي ويتنطط ويقول لي الصحابة كانوا يعرفوا العلم دعم الشيخ آه الصحابة أسدت هذا العلم ده موضوعهم حديث حنظلة كلنا حفظينه نافق حنظلة كيف؟ نكون عندك يا رسول الله فتذكرنا الجنة والنار فكأننا رأي عين فإذا خرجنا من عندك عافسنا الزوجات ولعبنا الأولاد وعالجنا الضيعات ونسينا كثيرا الكلام ده علم علم حقيقي إن حنظلة كان بيشتكي من إيه؟ افهم الحديث؟ مما كان يشكو حنظلة سؤال حنظلة بيقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نكون عندك فتذكرنا الجنة والنار فكأننا رأي عين إحنا لما نبقى قدام حينيك في المسجد وتذكر لنا يا رسول الله الجنة والنار كأننا شايفين الجنة بعنين وكأننا شايفين النار بعنين كأننا رأي عين فإذا خرجنا من المسجد وروحنا البيت عافسنا الزوجات داعبنا الزوجة وجامعنا ولاعبنا الأولاد عندي طفلين بيتنططوا على دماغي وشيلهم وحطوهم ولا أمامهم وجري ولاهم وادحكنا وعالجنا الضيعات رحت الأرض بتأتي فحت وزرعت وقلعت وبيعت وشتريت ونقشت البياء ونقشت الجزار وشتريت العيش عيشنا حياتنا يعني فقدنا هذه الرؤية كأنه بيقول له يا رسول الله وأنا بشتري من الجزار وبيع للفلاح ما كنتش شايف الجنة والنار وأنا بداعب الأولاد بسرح للبنت وأقدم الود وبزعق للزوجة وبداعب الزوجة وبلاعب الزوجة ما كنتش شايف الجنة والنار هي دي شاكوة حنظلة شاكوة إن القلب تغير من الإخبات والخشية من الحب والشوك والنور قسل قلب وأظلم هو ذا العلم ولا لا بقى هو ده الكلام ولا لا أباها هي دي الحقيقة ولا لا وبمناسبة الحقيقة إن المشكلة إن الناس اللي تكلموا في العلم ده لما الصوفية استأثاروا به عزلوا الدين أسموا الدين لنصين الحقيقة والشريعة لقوا إن طلبة العلم مشغولين بالعلم وتحقيق العلم وتصحيح وتضعيف الأحاديث والرد على المسائل في الفقه والرد على المخالفين في البدع وواواوا ونسيين أحوال القلوب والتنيين بتوع أحوال القلوب لو ناس مشغولين بتاع بأحوال القلوب والعبادة والزهد والتقوى والونع ونسيوا قضية العلم فانقسم الدين لنصين سموها حقيقة بتوع العباد والزهد وشريعة بتوع العلم وتعليم العلم والدعوة والرد على المخالفين بقت مشكلة كبيرة قوي أنت بتسأل إيه الفرق وإيه المشكلة النهاردة وامشي مع مين وعمل إيه المشكلة ديك حلها بسيط جدا أنت مطالب بالعلم ومطالب أيضا بالسير إلى الله إحنا بنقول إن علم القلوب ده علم يتعلم وما ينفعش يمشي علم القلوب لوحده لازم له توحيد ولازم له فقه ولازم له تفسير ولازم له سيرة ولازم له بش الواحدة يتعلم علم القلوب ويمشي ربنا من غير ما يفهم الطهارة والنجاسة وأركان الصلاة ومبطلات الصلاة ما ينفعش من غير ما يتعلم إيه التوحيد وإيه الشرك وإيه نواقد التوحيد ما ينفعش يبقى الدين كل قال الله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فلازم أخذ الدين ككل زي الحاصل في زمنا جماعات والدعوات في ناس خلوا الدين كله هو الدعوة إلى الله وانشغلوا بالدعوة إلى الله عن العلم وعن العبادة وفي ناس خلوا الدين كله العبادة ونسيوا طلب العلم ونسيوا الدعوة وقاعدوا يعبدوا وفي ناس جعلوا العلم قاعدين يتعلم ليل ونهار كتب وخلاص ولا بيعبد ربنا ولا بيقوم ليل ولا بيصوم نوافل ولا بيأمل حاجة أبدا ولا بيدعو إلى الله والدين هو كل ده علم وعبادة ودعوة والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر إخوتي أنا أحبكم في الله وما زلنا مع قضية علم القلوب علم القلوب في برنامجنا هذا أو في حياتنا هذا في هذه الأيام لماذا؟ أولا لأننا نعيش ومع شديد الأسف في هذه الفترة من حياتنا طغيانا شهوانيا ماديا عاليا أنا شخصيا كمحمد حسين لا أدري لماذا حقيقة لا أدري لماذا تسخر تكنولوجيا الحديثة في هذه الأيام كل إمكانياتها لخدمة الشهوة لخدمة الفجور ألست تلاحظ ألست تلاحظ معي أخي أن فجور النساء في الشوارع زائد في هذه الأيام ألست تلاحظ معي أن هذا الفجور زائد زائد حبتين على القنوات الفضائية في الأغاني في الأفلام في التمثليات في المسرحيات ألست تلاحظ أن على النت ألست تلاحظه في الإعلانات هذا الطغيان الشهواني لابد أن يقابله المسلم بحيوية قلبية وروحية عالية وإلا سقط حقيقة النهاردة اللي ما يمشيش في الشارع وقلبه مرتبط بالله في المراقبة والخوف والخشية واليقين والحب والسوق سيتلطخ التلفونات التلفزيونات الجرايد المجلات الكمبيوترات كل شيء مليء بالنساء العارية مليء 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 فلو أن الإنسان لا يعصمه خوفه من الله ومراقبته لله وخشيته لله وحبه لله ورجاءه فيما عند الله لو أن كل هذه المعاني لا تملأ القلب لا يصمد القلب أمام هذه الشعور كم من صاحب صورة دين خائن وخائنة نتيجة عدم تعميق هذه المعاني القلبية نحن في عصر مادي هارضا الناس بيعبدوا المظاهر الفلوس والأرصدة العربيات العربيات والشكليات اللبس والأكل نوعيات الأكل والسرب الفرش والبيوت والديكورات والمادية مادية قاتلة لو لم نقابل هذه المادية القاتلة بفك أخروي عالي لن نستطيع أن نتغلب دخل عمر على رسول الله صلي عليه أنا مش عارف أنتم بطلين صل على النبي ليه بتصلي يا أم على سيدنا النبي صلي يا ست على سيدنا النبي الله يرحمكم صلوا على النبي أنا باشحة منكم الصلاة على النبي شحتوني الصلاة على النبي لله فيه اللهم صلي على سيدنا محمد دخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فوجده ينام على حصير بلا وسادة وقد أثر الحصير في جنبه الشريف صلى الله عليه سلم أثر الحصير في جنبه رسول نايم على حصير أنت عارف الحصير الأول ما أنت بتاع المكت والسجاد والبرسلين والسيراميك متعرفش يعني حصير الحصير الحصير الإياس بتاع الزمان اللي هو من السمر من القش جنب بعضه بخيوط هذا الحصير لما تنام عليه ما كنا نوقف عليه في المسجد نخرج ورجلنا مخططة كده من الحصير زمان الرسول كان نايم على الحصير ده مفيش حاجة تحت جنبه فلما قاعد بيستقبل عمر رضي الله عنه لقى عمر شاف أن الحصير مخطط في جنب النبي مقطع جنب النبي كده فبكى عمر وقال يا رسول الله كسرى وقيصر يتقلبون أنا في الحرير والديباج وأنت وأنت رسول الله تنام هكذا فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا عمر ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة شفت الفكرة ده هو اللي عايزينه يرتكز عندنا كمسلمين كمسلمين مش فؤرة بس فقراء وأغنياء الأغنياء مش يتخلصوا من هم المال وطغيان المال وعبادة المال إلا إذا حاية القلوب هذا العصر الشهواني المادي الجاهلي يقتضي مننا أن نقابله بأشواق روحية راقية مع تأمين الشهوات المباحة وإبقاء نوافذها مفتوحة ما بقولش أن احنا نحرم على أنفسنا ما أحله الله أنا ما قلتش أن السجاد والبرسلين والدهب والفضة حرام فيها مباح فيها حلال وفيها حرام خلي الحلال حلال والحرام حرام أنا بقول لك شي خليك فقير لا 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 الأحب إلي أن تكون البلايين تحت رجلك لكن ما تشغلكش عن ربنا ما تضيعش دينك من أجلها وإنما تجعلها تحت رجلك وترقى إلى ربك جل جلاله نحن في عصر مع الأسف قل ما يوجد من يضبط نفسه على مقتضى قلبه لقد صرنا في عصر صار الناس يفكرون ببطونهم لا بعقوله ويحسون ببطونهم وشهواتهم لا بقلوبهم آسف آسف إن أنا أقول الكلام ده بس دي حقيقة ركع الناس وسجدوا وكبروا للهوى وأداروا ظهورهم لمصدر الهدى ووالوا عدوهم الشيطان وخانوا ربهم الرحمن هذا يقضي منا الحاحا بالمعاني الإيمانية أنا عايز أسألك وأسألك بالله عليك وبسألك بالله عليك وجاوبني بصراحة إمت كانت آخر مرة في حياتك حسيت فيها بشوق جارف إنك نفسك تنظر إلى وجه الله الكريم شوق واشتاء ترى وجه الله ففاضت عيناك بالدموع شوقا إلى الله إمت كانت آخر مرة حسيت الإحساس ده إمت كانت آخر مرة سجد وطولت السجدة وإنت عملت أقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان زي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظماء وحسيت إنك إنت وإنت ساجد قلبك بينخلع من التسبيح وكأنه يرقى إمت عشت المعنى إنت أخر مرة في حياتك أعدت تذكر الله سبحان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وتذكرت فاذكروني أذكركم ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه إمتى حسيت الإحساس ده أنا بقول إن إحنا محتاجين الإلحاح بهذه المعاني عشان نحسها عشان نركز فيها عشان نعملها عشان نحصلها النهاردة أنا شايف بتسعالوش مني أنا آسف آسف حقوقوا علي قبل ما أقول بس أنا شايف كل الأسئلة تهريك تهريك عايز سؤال حقيقي النهاردة اللي بيسأل أنا بسلح في الصالح عمليه بتقول أنا عايزك تجرب ركعتين كده تروح توقف وتركع وتقول سبحانا ربي العظيم حسيت بيها؟ لا لسه قول تاني سبحانا ربي العظيم أنا حسيت كداب ما حسيتش لسه تالت سبحانا ربي العظيم ورابع وخامس وعشرين وخمسين ومية لحد ما تحس وتدوق وتستطعم وتعيش في النوافل لما ربي نفسي حاجة أجبها بقى في الفريضة مش هسرح مش هسرح لكن بقى كلامنا زي يقول كده قاعدين النهار رجونات حكو خلاص أنا عندي فتور أنا بسرح في الصلاة أنا مش عارف إيه يرحم نفسك بقى الموضوع ده موضوع علم القلوب موضوع الناس كلها لأن السيرة إلى الله جل جلاله لا يمكن أن يلغى كل الناس كل المسلمين بلا استثناء ماشيين لربنا كل مسلم سائر إلى الله ماذا ما يفعل ما أمره الله ويجتنب ما نهى الله عنه يبقى ماشي وعايش في المقامات والأحوال وإن كان ما يعرفاش لكن عايش طالما أنه هو بيأتي ما أمر الله ويترك ما نهى الله عنه مفيش مشكلة خالصة لكن لو تعلمها عايش بقى أحسن بمعنى لو واحد تدوله ساعة هدية الساعة جميلة وهو فرحان بيها يقول الله ساعة جميلة أوي رائعة الساعة دي لكن لو قالوله إن الساعة دي ألمز هيموت في الفرح فنفس الشيء الماشي ربنا وحاسس بالمعاني جميل جدا لكن لو أعرف يعني إيه أنس بالله يعني إيه الشوكة إلى الله يعني إيه الطمأنينة يعني إيه الإخبات يعني إيه السكينة هيعيش المعنى أحسن فلساك لازم نقول ولازم نعيد ولازم نلح ولازم نوضح ولازم نبين والسير إلى الله لأصوله كان لنا مجموعة محاضرات قديمة اسمها علم المعاملة معاملة العبد لرب لازم يبقى إحنا نتعلم إزاي نتعامل مع ربنا لأن المعاملة مع الله علاقة ذات حساسية بالغة لله المسألة الأعلى في السماء والأرض وربنا علمنا ضرب الأمثال لو أنت بتتعامل مع الزميل لك تبقى المعاملة عادية لو بتتعامل مع المدير يبقى فيه حساسية معينة لأن المدير ممكن فيه حاجات تزعله ما تزعلش صاحبك طب لو بتتعامل مع رئيس مجلس الإدارة طب لو بتتعامل مع الوزير طب لو بتتعامل مع رئيس الوزراء كل ما يعظم قدر من تتعامل معه يعظم القطر فالتعامل مع الله جل جلاله المعاملة ذات ذات حساسية بالغة ممكن يعني كلمة يغضب الله عليك بها وانتهت القضية حسن البصر بيقول إيه أخشى أن يكون اطلع على بعض زنوبي فقال اذهب لا غفرت لك فأنا أعمل في غير معمل سبحان الله العظيم الناس بتوع بلصة أصحاب السبت ربنا مسخهم كردة وخنازير بزنب واحد سيدنا آدم أهبط من الجنة بزنب واحد إبليس لعن وطرد بزنب واحد وهكذا لو حبيت أن أنا أقول لك أمثلة ونماذج بغلطة واحدة غلطة واحدة ممكن تضيعك في التعامل مع الله سبحانه وتعالى فالشاهد إن السير إلى الله له ضوابطه ولو عوامله ولو أصوله فهذه الدروس هذه الحلقات وحاول مني أن أضع قدم المسلم في سير إلى الله الصحيح وخال من الخطأ إنني أريد أن أرسم الطريق لإيجاد طبقة من الوراس الكاملين لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة هذا هو الضابط الذي لا أتخلى عنه أبدا كل كلمة لا توافق الكتاب والسنة في جزمتك ورميه لابد أن توافق الكتاب والسنة لا تخالف الكتاب والسنة زرة زرة واحدة على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة فهم القرون الثلاثة الخيرية الصحابة التابعين وأتباع التابعين أبدأ معكم منذ الحلقة القادمة بإذن الله تعالى تأصيل طريق السير إلى الله أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر